للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مدينة العالمين الجديدة مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود بعد التحية ما هي آخر فعليات المهرجان وما هي الصورة لديك الآن وكيف ترى الإقبال من الجماهير تحياتي لك مصطفى ولكل أساد المشاهدين نرحب بكم من مدينة العالمين الجديدة أولا الأجواء جميلة في حالة الطقس الجميلة الموجودة في مدينة العالمين الجديدة وفي هذا التوقيت تحديدا يعني يتم ازدياد عدد الزائرين والسائحين على مدينة العالمين الجديدة وعلى المناطق الترفيهية والسيحية المختلفة منها هذه المنطقة التي نتواجد بها في النورث سكوير والتي تستضيف عدد كبير من الفعليات نرى الآن تحديدا عدد كبير من الأسر والمستحبة لأطفالها يتواجدون في هذه الساحة يستمتعون بمنظر البحر الجميل مع حالة الطقس الرائعة مع الفعاليات التي ربما ستنطلق بعد قليل في هذه المنطقة هذه الفعاليات هي خاصة ببعض الفعاليات الخاصة بالأطفال وبعض الفعاليات الخاصة بالحيوانات الأليفة تعلمون أن هناك مهرجان خصص تحديدا للأطفال وهو مهرجان نبتة سيكون به عدد من الفعاليات والمصابقات للأطفال ونحن نشاهد عدد كبير من الأطفال الذين يتواجدوا مع أسرهم في هذه الإجازة في مدينة العالمين الجديدة على الممشى السياحي وفي مناطق مختلفة هذه الفعاليات ستنطلق بعد قليل من هذه المنطقة وعلى قرب من هذه المنطقة أيضا تتواجد المنطقة التي تستضيف الفعاليات الرياضية ربما نحن على موعد مع فعالية رياضية مهمة اليوم وهو تحدي السرعة لكل الذي لديه موهبة في كرة القدم سيكون هناك هذه الفعالية الخاصة بهم في الملاعب الخاصة بكرة القدم في منطقة الألعاب التي تشهد عدد كبير من الفعاليات الرياضية خلال الفترة القادمة ربما اليوم أيضا وزارة الثقافة أعلنت أن غدا انطلاق الفعاليات الثقافية الخاصة بوزارة الثقافة ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وبالتالي هذا نوع من أنواع المهرجانات الموجودة داخل مهرجان العالمين الجديدة وستكون فعليات مهمة للغاية لأن فعليات وزارة الثقافة أو المهرجان الثقافي تنقسم إلى جزئين الجزء الأول خاص بالمدينة التراثية هناك عدد من الحفلات وهناك عدد من الفعليات والعروض الثقافية والمعارض الثقافية التي ستكون موجودة في المدينة التراثية أحد أهم المشروعات الثقافية الهامة التي خصصت وبنيت على مساحة 260 فدان بالإضافة إلى الفعليات الأخرى التي ستكون على الممشى السياحي وهي خاصة بفرق وزارة الثقافة سواء فرق التنورة أو فرق الفنون الشعبية التي ستأتي من كل المحافظات والتابعة لوزارة الثقافة ستقدم كل الفعليات الفنية الخاصة بها على الممشى السياحي ليستمتع كل الزائرين وكل السائحين في مدينة العالمين الجديدة بهذه الفعليات وهذه هي السمة المميزة في مهرجان العالمين الجديدة وهو التنوع في الفعليات سواء كانت ثقافية أو فنية أو حتى رياضية فبالتالي يعني كل زائر مدينة العالمين الجديدة على موعد من الفعليات الكبيرة والضخمة والتي كما تحدثت انطلقت بالأمس بحفل الكنج محمد مونير وفي انتظار بالتأكيد كل الفعليات القادمة والفنانين المشاركين من مصر والوطن العربي في مهرجان العالم عالمين السورة واضحة تماما تمام الوضوح محمود شكرا جزيلا لك محمود جميل مراسل التلفزيون المصري شكرا جزيلا لك محمود شكرا جزيلا لك